الرحمة وما أرسلناك إلا رحمتك للعالمين مشاهدين الكرام نجدد لكم التحية في برنامج القضية موضوعنا التسامح في الأديان السماوية وصدى ذلك على أرض الواقع أما ضيفونا فوالعلم الجليل معادل أستاذ الدكتور عبد الراضي عبد المحسن أستاذ ورئيس قسم الفلسفة الإسلامية وكل كليات الدار العلوم جامعة القاهرة نجدد التحية لحضرتك يا دكتور بارك الله فيك قبل الفاصل طرحت سؤالا على حضرك مفيده من تضعيف الحوار والعصف الدهن الذي فيه كل بقع الدم الموجودة شرقا وغربا سببها الإسلاميون فقط أم اليهود والنصارى أم الملحدون أما الذين لهم ولا عقدة ولا شريع عندهم طب أريد أن أسأل حضرك سؤالا هب أنني جئت إلى هذا الستوديو وأنا أريد أن أخرجك من مكانك هذا لأجلس فيه شخصا قريبا لي هل ستطاوعني؟ لا تمام طب ماذا لو ماسي السؤال فقط وأنا أستحق هذا المكان وهذا مكاني؟ وأنت تستحق نعم وهو مكاني وهو مكاني حقي نعم لن أتركه تمام جيد طيب ماذا لو أنني أعطيت إليك إخبارية قبلها بأسبوع أنني سوف آتي في هذا اليوم وسأدبر عدة أمور إدارية وغيرها لكي أخرجك من هذا المكان كيف سيكون انتباهك واستعدادك أكثر من أن أأتي في نفس اليوم أم يكون استعدادك نتيجة هذه الإخبارية أكثر؟ استعدادك أكثر نتيجة الإخبارية طبعا استعدادك أكثر طبع تمام طيب الآن إبليس عندما عصى الله وأخرجه الله من الجنة نعم وعاقبه أراد أن ينتقل لنفسه فماذا فعل؟ احتنك الذرية تمام لأحتنك الذريتنا تمام لكنه لم يكتفي بهذا لقد وضع خارطة الطريق لإغواء البشر صح؟ سليم تمام ماذا فعل البشر؟ جزء كبير سار خلفه والتبع هذا ما فعلناه نحن نحن من؟ نحن المسلمون المسلمون نعم لما لا تتكلم عن اليهود والنصارى ما لا ستتكلم عن اليهود والنصارى تم تقول الكل بس أنا عندي مسئولية أكثر تجاه نفسي وتجاه الآخر لأن أنا مسئوليتي كبيرة مسئوليتي أني أخلع وأنشر الهداية على الجميع طيب مسئوليتي الإصلاح فجئت ورأيت هذا الشخص الذي أريد أن أصلحه يدبر لي خطة تمنعني من الإصلاح الواجب علي بوصفي عاقلا منبها بدستور سابق مواد التفصيلية تأخذ بيدي إلى عملية الإصلاح رغم وجود المعوقات تقصد القرآن والسنة أقصد القرآن والسنة المنهج تمام مفصل أقصد اضرب الأمثلة والأسماء لا حرج نضرب الأمثلة والأسماء فضل الآن أنا عندي عالم غربي أرادة استعماري تمام فشل في الاستعمار من أيام لويسي التاسع لا ولم يفشل بصراحة هو استعمارنا هو استخربنا ولم يكن مستعمار تمام فإذن الآن أعرف أنه يريد أن يهدمني ويريد أن يسلبني حريتي ويسلبني مصدر قوتي الذي هو ديني عرفت هذا وضع لي مخطط لهذا إني أقتتل وأفترق وأكون سافكا للدماء وأشوه صورة هذه الرسالة التي عندي فسرت أنا خلف هذا المخطط نشأت عندي الجماعات التكفيرية وما تسمى بالطيارات الجهادية وغيرها وهي بعيدة تماما عن معنى الجهاد الذي أراده الله ورسوله لهذا الدين لأنها حملت السلاح ضد من؟ حملت السلاح ضد ابن الملة ولم تحمل السلاح ضد الآخر يعني إذا حملت السلاح ضد الآخر لا حرج في هذا؟ هو طبعا طره له مسوغات ومبرراته له مسوغات وله ميادينه التي يقتتلوا فيها هذا على افتراض أن مثلا بعض الطيارات هذه مسلم ونعلم جذوره وأصوله ونشأته وأسبابه ودوافع لهذا نعم أما إذا جدت علينا مستجدات مثلا داعش من من يعلم أي معلومات عن داعش؟ أنا أعلم هل داعش مسلمة؟ أنا أعلم أن البغدادي هذا رجل أمريكي كان أمريكياً وصوره موجودة في خلف جون مكين ورجل موجود في المخابرات الأمريكية وتدريب أمريكي أفذا إذن في القيادة الأمريكية؟ طبعا طيب ما يسمون بالثوار الذين هم خوارج وخرجوا على عثمان بن عفان وقتلوا الخليفة الراشد عثمان بن عفان ثم أخذ يعمل في إطار الدولة في مجال إديولوجي بيقوم بتأليه علي بن أبي طالب ويدعو ويدعو إليه ثم يقوم بعمل تخريبي مثل الذي تفعله الطيارات أو ما تسمى بالطيارات المدنية وجماعات حموم حقوق الإنسان إلى آخره نعم الآن قام بنفس هذا السيناريو أمامي شاهد حدث لكن البغداد هذا مسلم أم يهودي؟ لأننا نعرف له ملة بهذا سؤالي هو لا نعرف له ملة لا نعرف له ملة لكنه أتى إلينا من الغرب من أمريكا أتى إلينا من الغرب من أمريكا وجميع العالم الآن يعرف أن الطائرات الأمريكية هي التي تلقي له الأسلحة والتمويل والخمسة ألاف غارة التي شنت عليه بوسط التحالف هذه لم تصبه في مقتل أصدق لم تسبب له أي شيء لم تصب حظيرة عنده من الحظائر لأنه كيف سيضربونه وهم يلقونه يعني إذن هذه صناعة إعلامية؟ هذه صناعة إعلامية الغرض منها؟ الغرض منها تفتيت هذه المنطقة وإشعلها مرة أخرى لأجل تفتيت المفتت لأجل أن لا تكون هناك قوة واحدة قادرة على التمسك هذا في السمع الماضحة سؤال الذي يقوم بهذه الأفعال والأصانع والأعمال من قتل ودبح ودمار كما نشاهده الآن مسلم أم غير مسلم؟ لا المسلم لا يستحل دم المسلم إذن ليسوا مسلمين؟ الحديث واضح المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده فمن استحل دمي فهو ليس مسلم طيب لما نعمم الخطاب على الدين الإسلامي كله؟ أو ليس حرام بالمسلمين أن يقاتلوا مثلا هذا الفكر فقط في مهده وتولد الفتنة تميتة؟ لماذا نعمم هذا الأمر على الدين الإسلامي؟ أن الدين إرهاب لا نقول أن الإسلام دين إرهاب أنا قلت لك أن هذا الدين أيوة ليس دين الإسلام إنما هو الدين المختطف الدين؟ المختطف بمعنى؟ اختطف من محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم بدءا من 1928 اختطف هذا الدين في ثوبه الجديد الآن كما تم اختطاف الدين على يد الخوارج القدامى أنت تقصى من 20 يعني ساعة أخوان المسلمين ولا جمعات المسلمين؟ نعم تقصد بهذا التاريخ ذاك؟ نعم لكن ألا تعتقد أن هذه الفكرة قامت لكي تعود فكرة الخلافة التي سقطت على يد مصطفى كمال أتاتورك مرة ثانية مثلا؟ الله يقول للشواهد تقول أن المخابرات البريطانية كانت وراء هذه النشعة هو إذا قال الغرب كان وراءها ينصدق الغرب؟ نرى نشوف الشواهد ما الذي تم وأنجز عبر هذه السنوات أليس في فكرهم مثلا أو فكر الطيرات الإسلامية أو فكر الجماعات الإسلامية عموما بدءا من هذا التاريخ؟ ما يدل على السماحة الإسلامية دكتور؟ من مصدق الخاص؟ لا أنا 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 أريد أفعالا أريد أعمالا حضرة قلت دولة قاموا لأجل تأسيس الخلافة كم عدد الرصاصات التي أطلقت على إسرائيل من هذه الطيرات والجماعات؟ والمخروض إسرائيل لما تحتل أرضنا نسيبها لها عادي؟ أنا أسألك كم؟ كثير فين الكثير؟ الإخوان ألم يقفوا في حرب ضد إسرائيل؟ هذا تبين أنه أساطير ألم يضدوا النقراش باشا وهم أرسلوا شبابهم ومعسكراتهم هنا هنالك؟ واستحن النقراش وأرسل جيوشا من الجيش المصري؟ لا أهم قتلوا النقراش باشا لأنهم بعض قضية وفرض عليهم حضرا وحاكمهم وصادرهم ألم يتعقبهم النقراش باشا؟ كل من يختلف معهم لماذا دائما المفكرين والمثقفين والعلماء ممن يحاولون تروش هذه الأفكار دائما يأخذون بالنتيجة ولا يأخذون بالفعل؟ ما الذي فعل النقراش معهم؟ لا شيء ألم يحصرهم؟ ألم يصدر أموالهم؟ ألم يقبض عليهم؟ هذه كلها نتائج للأفعال التي قاموا به نتائج للأفعال ما الذي قاموا بي يا دكتور؟ وأنا ذاك كان يدعون للجهاد جهاد من؟ جهاد من؟ جهاد الإسرائيليين المتصبين الأرض فلسطين يا سيدي كما فعل علي بن أبي طالب في كلامه مع معاوية تريد أن نقتصى للدماء لابد أن نكون أولا يدا واحدة عليك أن تتعاون معي وتبايعني ويقوى الجيش كي نكون يدا واحدة على مخالفنا فأنا أي دولة في العالم تسمح بأن يكون بها جيش آخر لها قيادته الخاصة وله برنامجه وله خريطته وله أهدافه؟ لن يكون هناك دولة لن يكون هناك انتصار الانتصار لا يتحقق إلا في إطار وحده ومعروف أن هذا طب إذا كانت الدول نفسها تهجم هذه التيارات يا دكتور ما الذي ينبغي أعماله على التيارات؟ أنها تعمل تحت الأرض وفي الخفاء وفي الظلام لما لا نقول أن إفراز هذه التيارات والمداب الإسلامية ما هو إلا رد فعل طبيعي للاضطهاد والظلم الواقع من صانع القرار عليهم مثلا؟ فرضية مقبولة أو غير مقبولة بداية؟ لا غير مقبولة لأن الظلم يقع على هذه الجميع لا لا على الكل طيب الكل قبل هذا إذا هذا منهم من يقبل ومنهم من لا يقبل يعني أنت لما تقعد حدك تطهد مثلا وأنا تلميز عن حدك في الكلية تطهدني بدون حق ماذا تنتظر مني أن أصنعها؟ تسلك الطريق الشرعي الذي علمك أيها وسلكت ولم يؤتي ثمارا من قال هذا لم يحدث هذا؟ هذه كلها قضية صراع على السلطة يا سيدي ولا حرج هل هناك حرج أن يسعى الإنسان للسلطة؟ لا ليس هناك حرج ولكن بوسائله بوسائله أنا أخذ انتخابات ضد هذاك على مادة الكلية على وكارية الكلية لا حرج لما تمنعني؟ أهلا وسهلا لا أمنعك لما لا تقول مثلا أن الخلفية الدينية لا تصلح لقيادة هذه الأمور لأنك قد استعملت أساليب الترويع والطريب لكي تصل إلى مقصودك لما لا تكون هذه من صناعة الأكاذيب وزيفة التي تتروجها ضد الطير الإسلامي؟ طيب والأعمال لأنك تملك الآلة والأعمال لم نرى أحدا من هذه التيارات أعلى لمسؤوليتها؟ ومن يعلن مسؤوليته؟ لا أحد يقول هل مجرم يعلن مسؤوليته؟ يقول أنا قتلت كذا أو قتلت كذا؟ لما نفترض الصدق في المحدث دائما لأنه أنا يهمني العمل النتيجة إذا وقع الآن تفجير مثلا في منطقة سين وأنا أخبرتك الآن أن التفجير هذا قم بطيار إسلامي كذا تصدقنا أم لا تصدقنا؟ أرى من في صالحي هذا وإن كان في صالح هذا الذي تشير إليه أصدقك أحسنت أيها تتعجب أن هذه الإجابة هل في صالح التيارات الإسلامية الآن قتل المسلمين وذبحهم؟ نعم وتدنيس أرضهم وإراقة دمائهم؟ هل في صالح المسلمين هذا؟ الآن؟ أه؟ لا هو ليس في صالح المسلمين كيف تصدق أن الذي يقوم بطيار إسلامي؟ يا سيدي لأنه لا يعمل لصالح المسلمين الآن هو يعمل لتفتيت هذه المنطقة إذن هو ليس مسلم؟ لا نستطيع أن نكفر أحدا منه أنا لا أكفره أنا لا أكفر أنا ربما يكون نصران أنا لا أكفره ولا أخرجه من عبائة الإسلام لا هو يعمل لأجندة غير إسلامية هذا يقين يعمل لأجندة غير إسلامية أسكن فلهذا ينفس هذا مقبول أما الذي يعمل لأجندة غير إسلامية أليس له دين أصلا؟ يعني حتى الآخر عنده دين نصراني أو دين يهودي دينه يحض على التسامح أليس كذلك؟ ما احنا قلنا أيضا كما اختطف الإسلام من المسلمين اختطفت اليهودية من اليهود واختطفت النصرانية من النصار لصالح من تم اختطف الأديان السماوية؟ لصالح الكرسي السياسي السلطة السياسية معقول يا دكتور؟ طبعا كل هذه الدماء والأشلاء لصالح كرسي؟ لصالح الكرسي السياسي نعم دكتور هذا كلام خطير؟ لا ليس خطير هذا هو الواقع لأنه المتدين الحقيقي الذي يثق في ربه ويعلم أن الأساس هو الخوف من الله ذلك الخوف الذي منع هابيل من قتل قابيل رغم أن قابيل قد مد يده وبسط يده لأجل قتله فأخبره أنه لو بسطت إلي يدك لتخطولني ما أنا أفعل ذلك ببسط يده لماذا؟ إني أخاف الله رب العالمين فالذي يخاف الله رب العالمين لا يبسط يده أبدا لكن كنتجه في هذا كثرة إهدار وإهراق الدماء على الأرض ولذلك ربنا قلب في التوراة وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والسن بالسن والجروح إلى آخر الآيات لا مسألة النفس بالنفس والعين بالعين والسن بالسن هذه لأجل الحفاظ على الحقوق لأن حضرتك لما تعلم أن نفسك بقاءها مرهون بحياة نفس أخرى ستحسب حسابا لنفسك وهل مطلوب من البشرية كلها أن تكون كهابيل حينما تقتل تستسلم هكذا للقتل يعني؟ أوليس هذا ما تعلمك أولت حضرتك في البداية لما تدعون الناس دائما من الخضوع والذل مثلا؟ ومن قال إن حفاظي على حريتك ذل لي أنت تحافظ على حريتي أصلا لأن قبيل لم يحافظ على حريت هابيل قبيل لم يحافظ على هذا وهابيل سكت وصمت هل مطلوب من البشرية أن تكون كخير يا ابني آدم هابيل حتى في الظروف الحالكة الظلمة الشديدة؟ لا حضرتك عندنا الإسلام جمع بين الشريعتين عشان يبقى متسامح وعشان يبقى دين متسامح لازم أقتل وأشرد وتغتصب أرض وينطعك عرضي حتى أكون متسامح؟ لا 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 يصل الأمر إلى هذا إحنا لا لا نتكلم عن هذا طيب فلسطين ضعت وخد إسرائيل وبالتسامح نسكت؟ لا مين قال لك يسكت؟ روح حارب إسرائيل هو أنت بتحارب إسرائيل؟ طب ما توجهني دا الناس تروح تحارب إسرائيل روح حارب إسرائيل روح حارب إسرائيل أنت تحاربني أنا أنت تعطي ظهرك لإسرائيل ووجهك وبنادقك موجهة إلي أنا هل ستحارب إسرائيل بظهرك؟ لا خلاص أنت بنادقك وأسلحتك موجهة لي أنا الآن منذ 2011 أيوة منذ قيام الحريق العرب الربيع العرب تمام أنت تسميه الحريق العرب؟ تسميه الحريق العرب هذا لا شأنه لا بالربيع أبدا؟ لا شأنه لا بالربيع ولا حتى نتجة طبيعية للظلمة الذي رزحت تحته الشعوب يا دكتور الأحرص على إنصافنا ليس هو الغرب الغرب ليس حريق العرب مش هم الغرب يا دعك من الغرب يعني شباب ظلمة أو نات ظلمة قامت لكي تزيل الظلم عنها هو مفجر الحريق العربي هو الغرب والله إذا قلنا مؤامرة يا دكتور تقوله ما فيش مؤامرة ده غباء القادة العرب وغباء السياسيين والمؤامرة ما هي إلا شمعنا نعلق عليها أخطاءنا إذا قلنا ما فيش مؤامرة تقوله في مؤامرة حيرتمونا يا دكتور لا لا لأنه كل الشواهد تقول إنها مؤامرة بدليل إنه ابحث عن المستفيد من المستفيد بهذا هل استفدت أي شعب هل استفدت أي شعب من هذا الحريق لأنه لم يكتمل أي شيء أصلا ومن الذي لم يجعله يكتمل لأنه الأساس الأساس الذي قام الأنظمة سقطت سقط القذافي سقط النظام ما سقط السقوط فرد ليعني سقوط النظام ده سقط القذافي النظام وحفتر تابع مين هذا حفتر ورجاله جزء من الشعب لأنه القذافي فرد وحفتر ليس له الغالبية القذافي ليس نظاما حفتر الآن لا يمتلك كما أنه عبدالله الصالح ليس نظاما كما أنه في تونس ليس نظاما هذا فرد أيوة لأنه المنظومة الاجتماعية كلها عندنا للشعب كله تحتاج إلى تعديل لهذا أهل السنة والجماعة وضعوا ضابطا المنظومة الاجتماعية المنظومة المجتمعية كلها تحتاج إلى تعديل لهذا أهل السنة والجماعة وضعوا ضابطا التغيير لا يكون إلا بالتعليم تعلم الناس حقوقهم وواجباتهم وأصول ديانتهم ثم سيتم التعديل أولا لا يستطيع حاكم أن يفسد بنفسه الحاكم محتاج معاونين المعاونون جاءوا من من؟ من الرعية المعاونون طب يريدون أن يفسدوا محتاجين إلى مفسدين وهكذا تتسع الدائرة لو كنا نحن صالحين ما استطاع مفسد أبدا أن يفسد فينا كيف ألزم حضرتك وألزم هذه القناة بأن تتبع فكري ما لم تكن مقتنعا به سؤال نتعرف إجاباته في الحلقة القديمة بإذن الله تعالى وأشكرك على هذه الصراحة وسمحنا إذا كان فيه سؤال من أسئلة هكذا أو هكذا لكن نحاول أن ننقل نبض الناس حتى نتعلم ونستفيد من حضرتك ونعلم أين الحقيقة ونلتزمها ونحن هناك بعد سطور التسامح وسمحنا حضرتك بخصوص التسامح سمحنا على أي سؤال والمشاهدين يسمعون على أي سؤال صدر هكذا ونقمن مع حضرك بإذن الله تعالى بالتسامح ويليت التسامح كقيمة دينية أم قيمة مجتمعية جوانب التسامح في الأديان الساموية كيف ترصدها من مرصدك الخاص وهل التسامح موجود الآن في هذا الوقت المعاش أم لا وإذا لم يكن موجودا كيف نعود بالبشرية إلى التسامح وإلى سابق أحدها حتى نعيش في سلام وفي سلم مجتمعي وأمن مجتمع أيضا وتكون هناك دعوة للتعايش بشكل سلمي التسامح يضمن العيش الكريم للجميع شكرا رحضتك سيدة على هذا اللقاء ونتقف في الحلقة الخدمة إن شاء الله مشاهدين الكرام مستمعين العزاء وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج القضية كنا نتحدث فيها عن التسامح أما ضيفونا فهو العالم الجليل معادل أستاذ الدكتور عبد الراضي عبد المحسن أستاذ ورئيس قسم الفلسفة الإسلامية ووكيل كليات دار العلوم بجامعة القاهرة شكرا رحضتك سيدة على هذا اللقاء أكبر كلفك وعطى ضمنا لقاء جديد أرى قمنات وعطر تحيات محمد البطريق ومعتزم السعود شكرا لكم وإلى اللقاء الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين